أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من مولد أكبر الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعبو عن سوء فإن الله كان عدوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريبون أن يكبروا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريبون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منكم أولئك سوف يؤتيه أجورهم وكان الله رفورا رحيما يسأل بأهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصعبة لظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميساقه وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعموا في السبت وأخذنا منهم ميساقا وليضا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقدرهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يذبين إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مغيب مكانا أظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع المن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنت نبيه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدروا عنه وأخذهم أموالا خاسب الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنتيهم أجرا أظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعين وإسحاق ويعطوب والأسباط ويعطوب والأسباط وعيسى وأيوب ويورس وهارون وسليمان فآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله سهلا كريما رسلا مبشرين ومنذرين بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلهم بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغطر لهم وما ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أجلا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنه خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغروا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ومريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تغروا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه أجورهم ويزيلهم من قضوه وأما الذين استنكفوا واستكبروا ويعذبوا عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراقا مستقيما يستفتونك قل الله يفديكم في الكلالة إن امرؤ حرك ريس له ولن وله أختم فلها نسك ما ترى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم الثلثان مما ترى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظم الأنسين يبين الله لكم أن تظلم والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعبود محلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يكفى عليكم غير محل الصيف وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحدوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائل ولا الحدي ولا القلائل ولا أمين الميت الحرام يبترون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطابوا ولا يجرمنكم شمآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنفنقة والموكوزة والمتغربية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فسطا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوكم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيك لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخلصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور ورحيم يسألونك ماذا أحل لهم واذكروا اسم الله عليه واذقوا الله إن الله سريع حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعانوا ذي موت الكتاب حذ لكم وطعانكم حذ لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين موتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخداد ومن يكفر بالإيمان فقلح الطعام له وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِبُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَوْدُ لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَغْطَحَرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمه صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلهم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إن كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذلك السلور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيَا لِلَّهِ شُهَدَاءِ الْكِسْطَحُ وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآلُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْلِلُوا يَعْلِلُوا هُوَ أَقْرَرُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمَّ مَرْفِرَةٌ وَأَجَرٌ أَظْعِيمٌ والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيَّبَسُكُوا إِلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيَّبْسُكُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَلَقَدْ أَخَلَ اللَّهُ مِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا بِهُمْ اثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا فَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِهُسْرِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ فَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَتُمُهُمْ وَأَقَرْبًا حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَوْرْهِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاوِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْلَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدَ طَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِئِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُّرُوبَكُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَرِمَ عَنَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسْبُحَرًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْطَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمِنْسِنِينَ وَبِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرًا وَأَخَذْنَا مِثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَوَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَنَا وَالْبَرُضَاءَ إِنَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَلَ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كَانُوا تُنْتُخُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنُوا كَثِيرٌ وَلَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ لَغْوَانًا وَسُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّرُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ لَقَلَ جَفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بَنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَمَنْ يَمْدِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَيُّهِكَ الْمَسِيْحَ بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَهُ مَنْ تِنْ أَرْضِ جَمِيعًا قُلِ اللَّهِ قُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْرُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قُلْ فَلْكَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ يَا أَهْلَ الْكِتَاهِ قَلَ جَاءَكُمْ رَسُولُ مَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَسْرَةٍ مِّنَ الرُّسُرِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَلَ جَاءَكُمْ بَشِرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّذِي كَتَبَ الرَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا وَلَا تَغْتَدُوا عَلَى أَذَبَارِكُمْ فَتَنْقَلِرُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ فَإِنَّا لَنَّ دَخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رُجُلَانَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَّهِ فَتَغْفَهُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مِنْسَى إِنَّا لَنَّ دَخُلَهَا أَبَلًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَادِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قال رب إني لا أبلك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أو بعين سنة كثيرون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين فاتل عليهم الأبني آلم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن مسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو أميثني وإثمك للكون من أصحاب النار وذلك جزاء الحالبين فطوعت له نفسه قطل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله الغراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا بيلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النار من أجل ذلك فتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إذن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لنصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم تباقهم بعزاز أظيم ولله مشرف والمغرب ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لنصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم تباقهم بعزاز أظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجائدوا في زميله لعلكم تذبحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتلوا به من سوء العذاب يوم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وباهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقوا والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسايعون في الكفر من الذين قالوا آمنوا بأفوائهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون بالكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا لحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا أخذوا وإن لم تؤتوا فاحذوا ومن يريد الله فتنته فلن ذبك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يضحركم بهم لهم في الدنيا خزهم ولهم في آخرة عذاب أعظيم سماعون الكذب أفكارون للصحة فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يغربوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المبسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدو والنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آلوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشوا الناس لخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفار الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ظالمون وقفينا على آثارهم بعيسر لمريم مصدقا بما بين يديه من الدورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا فمصدقا لما بين يديه من الدورا جهدى ورعبا من التهيين وقفينا على آثارهم بعيسر لمريم مصدقا لما بين يديه من الدورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا فمصدقا لما بين يديه من الدورا جهدى ورعبا من التهيين فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب من حق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءكم وحذركم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض غنوبهم وإن كثيرا من الناس الفاسقون ففحكم الجاهدية يدور وأن أحسن من الله حكما لقوبيه والفئوة يا أيها الذين آمنوا لا تبتخلوا اليهود والنصارى وأولياء بعضون أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله ما يهدف خلال ظالمين فترى الذين في قلوبهم مروا يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تسيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفكح أو أمر من عنده فيصلح على ما أسروا في أنفسه الناجمين ويقول الذين آمنوا أهلاء الذين أقسنوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقومه يحبونه ويذلك على المؤمنين عنسة على الكافرين وجاهدون في سبيل الله ويخافون أولياء ذلك فضل الله يؤتيه من يساء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون فمن يتولى الله ورسله والذين آمنوا فإن حزبا ظهر غالبون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين قلتم كتابا من قبلكم والكفا ورهياء واتقوا وإن كنتم مؤمنين وإذا ناليتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل قل يا أهل الكتاب هل تنطمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسعون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله بل لعنه الله ورغب عليه وجعل منهم القررة ونخنازير وعلى نقطارون كولئك شر مكانهم وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعروان وأكفهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينههم الغبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكفهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهم بسوق تالي يمتق كيف يشاء وليزينا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانهم دفرا وألقينا بينهم العلاوة والبغضاءها يوم القيامة كلما أقلونا ور الحرب أطفاه الله ويسعون في الأرض فسادة والله لا يحب من يبقين فأجبوا أن لا تكون كفلة فعنوا صموا ثم تاب الله عليهم ثم عنهم ثم تاب الله عليهم ثم عنهم وصموا كثير منهم والله بصيرهم بما يعملون نقل كفر الذين قالوا إن الله ثالث سلاسة فما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتبوا عما يقولون ليبسن الذين كفروا منهم منهم عذاب عليم أفلا يتومون إذا الله ويستغفرونه الله رفور رحيم بل مسيح بن مريم إلا رسول قد خلق من قبل الرسل فأمه صديقه كان يأكلان القعام انظر كيف تبيت لكم الآيات ثم انظر أن يتكون قل أتعبون من دون الله ما لا يأكل لكم ضرور ولا دفع الله هو السميع العديد قل يا أهل الجزاء لا تغلو تيني من غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سماء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعنى لسان داود وعي سبني مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يبنى أو دعمهم كلم فعلوا نبي سماء كانوا يفعلون نرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا نبي سماء قدمت لهم أنفسوا أنسح الله عليهم في العذاب المخالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما منزل إليه باتخذوهم أولياء ولكنك سنروا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس على وترجل الذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم وتجد الذين آمنوا الذين قابلوا إنا نصارى ذلك لأن منهم السيسين وربانا وأنهم لا يتكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما يعرفوا من الحق تقولون ربنا آمنا ما فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع أن يرثل ما ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من سحسها الأنهار خالقين فيها وذلك جزاء المحسنين وَالَّذِينَ كَفَرْوا وَكَذَّبُوا لِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَاَكُلُوا مِمَّا وَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَانًا طَيِّبًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخِرُكُمُ اللَّهُ بِاللَّوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِي يُآخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُوا فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَابُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَقِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِرُ رُقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصْيَاهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّرَتُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا هَلَفْتُمْ وَاحْفَرُوهُ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا نَصَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْلَابُ لِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُلِيلُ الشَّيْطَانُ أَيُّكِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَى وَتَوَلْبَهُ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُفْتَكُمْ عَنِّكِ اللَّهِ وَعَنِّ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْفَهُونَ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إفناهم في ماطع إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسن والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبَرْوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصِّيْرِ فَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِنْغَيِّبَةِ فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصِّيْرَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَنْ قَتَلُوا مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذَبٍ مِّنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذَبٍ مِّنْكُمْ هَلَيَا الْبَالِ وَالْكَعْبَلِ أَوْ كَفَّاعُتُمْ قَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ كَفَّاعُتُمْ قَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَذَاءُ ذَلِكَ صِيَابًا لِيَتُقْهُ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَالَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ تِقَارٌ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْبُ الْبَحْرِ وَقَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ صَيْبٌ بَلْ مَالٌ تُنْحُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْكِ تُحْشَبُونَ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شريم العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا القدار الله يعلم ما تبدون وما كتبون قل لا يسترل خبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفرحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُقْتُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُوا الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا فالله غفور حليل وَلَسَعَلَ هَا قَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِلَةٍ وَلَا حَالٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَنْهِ الْكَذِبَةِ فَاكْثَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ وَإِذَا قِلَا هُمْ تَعَالَوْا إِلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَا الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَحْتَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَرَّ إِذَا اَخْتَلَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْيُعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِكَ وَعَدَلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ وَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْلِسُونَهُمَا مِنْ بَعْلِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَا لِمِ اللَّهِ فَيُقْسِمَانِ مِنْ اللَّهِ إِنْ يُغْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا كُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ شَهَرَةَ اللَّهِ إِنَّا لِمَنْ لَمِنَ الْآيْسِمِينَ فَإِنْ أَسِرُوا عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِذْنَهُمْ فَآخَرَانِ يَقُومَا لِمَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَا لِمَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ لِمِ اللَّهِ لَشَهَالَتُنَا أَحَبْتُ مِنْ شَهَالَتِهِمَا وَمَعْتَلَيْنَا إِنَّا لِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدَنَا أَيْنَ يَأْتُبُوا بِالشَّهَالَتِ عَلَى وَجَهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدْ أَيْمَانُمْ بَعْدَ أَيْمَالِهِمْ فَيَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْبَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِنَ قَوْمَ الْفَاسَدِينَ يَوْمَ يَجَبَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى بُالْقُيُوبِ إِنْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَ مَنَهُ يَمَذْكُرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِلَكِ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْكُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَةَ وَالْإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْرُكُ مِنَقْطِينِكَ هَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَقُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبَرَصَ بِإِنِّي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِنِّي وَإِذْ كَفَتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ إِذْ هَذَا إِنَّا سِحْرٌ مُبِيرٌ وَإِذْ أَوْحَيْتِ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُّ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْرِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ مَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيءُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيبُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَقُمَ إِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدَ صُدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّائِدِينَ قَالَ عِيْسَ وَالْمَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْلًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ قال الله إني منزلها عليكم فمن يغفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى من مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى حين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي لحقا إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ميوب ما قلت لهم إلا ما أموتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما لنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت وطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من سحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الضرمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يحددون والذي خلقكم من طين ثم فضوا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها نعرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلفنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلتناهم لذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو لزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مدين وقالوا لولا أنزل عليهم ولو أنزلنا ملكا نخضي الأمر ثم لا ينظر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجنا وللبسنا عليهم ما ينبسون ولقد استنزئ جرسل من قبلك فحاق بالنذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن مات السماوات والأرض قل لله فتبع على نفسه الرحمة فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا عيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في النير والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يقعن ولا يقعن قل إني أبرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف من أصيح ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه لذلك الفوز المبين فإن يمسست الله بغر فلا كاسف له إلا هو فإن يمسست بخير فهو على كل شيء قدير فهو القاهر فوق عباري وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر سهده قل الله سهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بنو فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الله ممن اشتر على ضعي كذبا أو كذب بآياته إنهم لا يفلحون ظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا وإن شركاؤكم الذين كنتم فزعون ثم لم تكن فتنة إلا أنقاروا والظاهرة بنا ما كنا مشركين انظر كيف كتبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفكروا وفي آيانهم وقرأ وإن يرثوا الآية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إنا أساطي أولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يؤمنون إلا أنفسهم وما يشكرون ولو ترى إذ وكفوا على النار فقالوا يا ليسنا من غرف ولا نكذب بآيات ربنا ولكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يفكرون من قبل ولو هدوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم كاذبون وقالوا إلي إلا حياتنا الدنيا وما نحن من بعوثين ولو ترى إذ وكفوا على ربهم قال أليس هذا الحق قالوا بلى ربنا قال فتوف العذاب بما كنتم تقولون ولخسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ووتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وإن يحملون أوسرهم على ظهورهم ألا ساء ما يسرون وما الحياة الدنيا إلا لعن وده ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ولنعلم إنه ليحزن كالذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحبون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهوا نصرنا ولا موجر لك بمات الله ولقد جاءت من نمي المرسلين فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبدغين فقم في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله يجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسلعون فالأوذى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا ننسن عليه آياتهم من ربه قل إن الله قادر على أي نسن آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قائر يطير بجناحي إلا أمم أنسى لهم ما فوقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشبون والذين كذبوا بآياتنا صن وبؤمن في الظلمات من يشأ إلا هو يظلم ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتفتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صالحين فالإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما قالوا يعملون فلما نتونا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقذ على بر القوم الذين ولموا والحب لله رب العالمين فقذ على بر القوم الذين ولموا والحب لله رب العالمين قل أرأيتم إن أداكم قل أرأيتم إن أخذ الله صنعتم أبصاركم وختم على قبلكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صالحين قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يحلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا بشرين ومنزلين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب لما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يفتر الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأذر به الذين يخافون أن يحسروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وشفيع لعلهم يتقون ولا تقه للذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقهدهم فتكون من الوالمين كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك مفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتلئ أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المكتدين قل إني على مينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجبون به ما عندي ما تستعجبون به لقوبي الأمر بيني وبينكم ما عندي ما تستعجبون به إن الحكم إلا لله فقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أنني ما تستعجبون به لقوبي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البلد والبهر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جوحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل سمى ثم إليه أغنعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدهم الموت توفت رسولنا وهم لا يفريطون ثم ردوا إلى الله مغلاهم الحق ألا له الحكم وهو أصرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لإذ أن جاءنا من حانه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قوم ثم أنتم تشركوا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من خوفكم أو من تحت أوجبكم أو يربسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كنظر كيف نصرق الآيات كنظر كيف نصرق الآيات لعلهم يفقهون كذل به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخبون في آياتنا فأعرغ عنهم حتى يخبوا في حريث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وبعلى الذين يتقون من حسابه من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لهبرن لعبن ووروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله وليك ولا شفيع وإن تعلم كل عدد لا يبخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم سواهم من حبيب وعدال أليم بما كانوا يغفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يغفرون ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا معنى إذ هلان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إنه لله هو الهدى وأبرنا لمسلم الرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه محشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والسهالة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزا أتتخذ أصنا من آرها إني أراك وقومك في الظلام ممين وكذلك أريد إبراهيم ويكون في السماوات والأرض وليكون من الموطنين فلما جن عليه الليل وآت وكبا قال هذا ربي فلما أفلقى لنا بحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلقى لإلا بيهدي ربي لا كون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلق قال يا قوم إني بريء مما تسركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المسركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تسركون به إلا أن يساء ربي شيئا وسع ربي كل شيء نعما فلا تتستغلون وكيف أخاف ما أشرطم ولا تخافون أنكم أشرطم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفيطين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم من ظلم أولئك لهم الأمن وهم مؤتدون فتلك حجتنا آتينا إبراهي معنى قومه نرفع لرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريا له دارب وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويوسى ويوطى وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائهم وجرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهليناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يقفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنسى الله على بشر من شيء قل من أنسى الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهلا للناس وهلا للناس تجعلونه فرقيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباركم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم فاتبعوه والتقول عنه وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلم مما يفترى على الله كذفا أو قال أوحي إلي ولم يحي له شيء ولم يحي له شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذن ظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسقوا أيدي إن أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسكون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم هناك ولا كما خلقناكم أول مرة وترفتم ما خولناكم وراء أظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفقوا فارق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسهم واحدة فمستقرهم ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنزل من السماء إلى أمن فأخرجنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرهم ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خجرا نخرج منه حبا تراكبا ومن النخل من قنعها قمال دانية وجنات من أعنال وجنات من أعنال والزيتون والرمان مشفرهم وغيرهم تشابه انظروا إلى سمره إذا أثمر ويمعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله سركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بليع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تبركه الأبصار وهو يبرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ودجاءكم بصائر من ربكم فمن ألصرف لنفسه ومن عميك عليها وما أنا عليكم بحفية وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفية وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عن الله وما يسعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعمهون شكرا